وفي ضوء النتائج التخريبية ونهج الإبادة الإرهابية أكد وزير العدل خالد شواني دعمه تشكيل محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش ضد أبناء الشعب العراقي شواني وعلى هامشي استقباله المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة كريستيان ريتشر والوفد المرافق له أكد ارتكاب عصابات داعش مجازر وإبادة جماعية بحق الأزيديين في سنجار إضافة إلى جرائم أخرى في سبيكر وبحق أبناء عشرة البونمر بمحافظة الأنبار وغيرها من الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية مضيفا لذا نحن ندعم تشكيل محكمة مختصة وبإرادة وطنية عراقية لمحكمة عناصر هذا التنظيم الإرهابي في معرب كريستيان ريتشر عن سعادته للتعامل مع وزارة العدل باعتبارها شريكا مهما في تحقيق العدلة الجنائية ترجمة نانسي قنقر